تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بده الله تستضيف مملكة البحرين معرض فن البحرين عبر الحدود أرتباب 2019 في نسخته الرابعة وذلك خلال الفترة من السادس إلى العاشر من مارس 2019 بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات في مؤتمر صحفي بهذا الخصوص أكدت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة مديرة مكتب صاحبة السمو الملكي قرينة ملك مملكة البحرين أن المعرض هذا العام سيركز على الإرث الفني الغني لمملكة البحرين ويقدم للزائرين تجربة فريدة من نوعها من خلال رقن الواقع الافتراضي الذي يسمح باستكشاف بعض المتاحف الخاصة الرائدة في العالم كما يتضمن المعرض برنامجا متنوعا بمشاركة متحدثين من خلفيات فنية واقتصادية متنوعة وثرية في فضاء يجمع المؤسسات الفنية والثقافية والمتاحف مع متخصصين في مجال التكنولوجيا المالية أشارت الشيخة مرام إلى أن المعرض هذا العام سيعرض الاتجاهات الجديدة للفن على الساحة العالمية ويسكن رقن مصمم بشكل جميل ومتميز ومزود بتجهيزات خاصة لعرض الروائع الفنية المتجدرة في التراث الحرافي البحرين بمشاركة 12 حرافيا من جانبها أشارت مديرة معرض فن البحرين عبر الحدود السيدة كانيكا سابروال إلى أن الدورة الحالية للمعرض 2019 ستقدم مزيجا فريدا من الفن البحرين من جهة والاتجاهات المتطورة للفن حول العالم من جهة أخرى وسيأخذ الفنانون البحرينيون الموهوبون من خلال أعمالهم زوار المعرض إلى فضاءات متنوعة تتجاوز حدود الزمان والمكان موضحة أن جناح الفنانين البحرينيين هذه الحقيقة تأتي مكملة للجهود القيمة التي قامت بها الجهات المعنية المختلفة في دعم الفنانين البحرينيين على مر السنوات لكن نحن لقلنا أن هناك حاجة للترويج للفن والفنانين البحرينيين بصورة أكبر خارج مملكة البحرين وخارج منطقة الخليج العربي فاستحدثنا فكرة فن البحرين عبر الحدود على أساس أن يكون لها مرحلتين أو جانبين جانب نأخذ فيه الفنانين البحرينيين إلى مدن شهيرة بالفن ونروج لفنهم من خلال معارض تقام في تلك المدن وأيضا نشارك في معارض عالمية مرموقة ومعروفة بعدد من الفنانين والفنانات البحرينيين وبالتالي نوسع دائرة معرفتهم في العالم نحن كفنانين نفتخر أولا بمملكة البحرين أن تقيم لنا العديد من الفعاليات الفنية وخاصة المعارض نحن نشترك فيها نحن ننتظر هذه المعارض بفارغ الصبر وأحنا جدا جدا سعداء خاصة هذه الموسم يعني موسم الثقافة وربيع الثقافة في كل مكان في البحرين البحرين هي مدينة الثقافة في المنطقة هذه الفعالية السنوية تجذب الكثير من الفنانين مش بس في البحرين بل في حتى من المنطقة ومن العالم كونها تحظى بتغطية علامية ممتازة وتجذب العديد من جاميع اللوحات فهي فرصة جميلة فرصة ذهبية للفنان البحريني أن يكون جزء من هذه الفعالية اشتركوا في القناة